لا يوجد ديانة تتحسس غيرك أنت الآن أنتقد اليهودية والمسيحية وعباد البقر والهندوس كل الأديان في العالم أربع تلاف ومئتين معتقد أنتقدها ولا حدا يتحسس غيرك طبعا أولا عليك أن تفرق بين الإساء والنقد أنت تسيء ولس تنتقد ثانيا عند جميع الملل تجد هناك من يتحسس يتحسس يعني ينزعج إذا أسأت إلى دينه لكن قد يكون في الملل الأخرى أقل من المسلمين لكن لماذا عند المسلمين يكثر هذا كل المسلمين ينزعجون إذا أسأت إلى دينهم ببساطة لأن المسلمين يتمسكون بدينهم لأنهم على شيء فعليا فإذا جئت إلى شخص يلبس ثوبا مهترئا وقطعته قد ينزعج وقد لا ينزعج وعلى الأغلب لا ينزعج لأن الثوب مهترئ مهترئ إذا قطعته ما أثرت بي لكن إذا جئت إلى الذي يلبس ثوبا جديدا وثوبا جميلا وثوبا غاليا وفاخرا وحاولت أن تنكشه بإبرة فإنه سينزعج طبعا هذا الثوب ليس كذلك الثوب